ومن القصص الطريفة التي تروى عن الإمام رحمه الله تعالى أن شخصاً كان عند الإمام اسمه حميد وطبعاً هذا حميد شوي قليل في خفة عقل خفة عقل فجاء إلى الإمام وقثى عند ركبتيه فقال للإمام الإمام اشهد أن حميداً رسول الله فالإمام قالوا غير اسمك إلى محمد وأنا أشهد أن محمداً رسول الله قال لا ما أغيره قالوا زين غيره إلى أحمد إلى أحمد وأنا أشهد أن أحمد رسول الله قالوا لا أشهد أن حميداً رسول الله فالمهم كان نبو واحد من الحراس موغول رباً أعتقد اسمه حميد فأنوبة كان خفيف العقل فلما رأى حميد الأول جالسناك حيث الإمام ويكلم الإمام استشاط غيظاً فقال حل الإمام قالوا الإمام يقول إذا كانت موجودة شجرة طيبة ونفتت حيتها شجرة خبيثة يقول مواقبنا نسوي قالوا الإمام اقتلعها فما كان من هذا حميد إلا أن أتى إلى حميد وأخذا هذا كل واحد يتشاقر مع الآخر ويتنازعوا والإمام ضحك وبعد ذلك ذهب عنهم وهذا بعدهم باثنين هم قالسين يتنازعوا وقالسين يعني كل واحد يرد على الآخر ترجمة نانسي قنقر